اهلا بكم استجاب الاف المواطنين في روسيا لدعوة التظاهر التي اطلقها زعيم المعرض المسجون الاسكي نافالني على مستوى البلاد رفضا بالحرب على اوكرانيا وافادت وزارة الداخلية الروسية بان عدد المعتقلين وصل الى اكثر من ثلاثة الاسم متظاهر تم توقفهم في 53 مدينة روسية واوضحت المتحدثة باسم الوزارة دينا بونت بانه جرى نقل المعتقلين الى مراكز الشرطة لاستجوا بهم اما على مستوى المحادثات فاعلن قصر الاليزي ان الرئيسين الفرنسي امانويل ماكرون والرئيس الروسي فلادمر بوتن اتفق على اشراك الوكالة الدولية للطاقة الذنية في ضمان امن المواقع النووية في اوكرانيا وحسى الرئيس الفرنسي الرئيس بوتن على حماية المدنيين وتسهيل الاصالة المساعدة كما شدد على اهمية التوصل الى حل مقبول للاوكرانيين كما اعرب ماكرون عن قلقه من الهبوم الوشيك على مدينة اوديسا الاوكرانية الاستراتيجية على البحر الاسود جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية الرابعة بين بوتن وماكرون خلال الايام العشر الماضية منذ اندلاع الحرب في اوكرانيا وقد طلب ماكرون ايضا خلال الحوار الذي استمر قرابة الساعتين طلب وقف الحرب والعودة الى التفاوض والقى بوتن من جانبه باللوم في فشل تضليق وقف اطلاق النار المؤقت لفتح ممرات انسانية على الاوكرانيجين لكن الاليزي حذر من ان بوتن عازم على تحقيق اهدافه سواء من خلال المفاوضات او الحارب وفقا لما قاله نظيره الفرنسية وتجري الولايات المتحدة محادثات مع بولندا بشأن ارسال طائرات ميج المقاتلة الى اوكرانيا وجاء هذا اقب منشدة رئيس الاوكراني المسؤولين من كل الحزبين في الولايات المتحدة لحث البيت الابيض على مساعدة كييف في الحصول على طائرات مقاتلة من جيرانها في اوروبا الشرقية وقال متحدث باسم البيت الابيض ان ادارة بايدن تجري محادثات مع بولندا وتتشاور مع حلف الناتو بشأن صفقة محتملة للمساعدة في تزويد اوكرانيا بطائرات مقاتلة من صنع روسي ستشمل الصفقة تبرع بولندا بمقاتلته القديمة من راز ميج الروسية الصنع الى اوكرانيا وشراء طائرات F-16 امريكية الصنع عوضا عنها وقال المتحدث باسم البيت الابيض نحن نعمل مع بولندا لتقييم ما تحتاجه لمساندتها ان قررت نقل الطائرات الى اوكرانيا وكان الرئيس الاوكراني ابن دمير زيلانيسكي كان قد وجه نداء عاطفيا لأكثر من 300 عضو في الكونغرس الامريكي يوم السبت وذلك للمساعدة في نقل طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية مختلفة الى بلاده وقال النائب الديمقراطي براد تيرمن من ولاية كاليفورنيا كل ما يريده زيلانيسكي هو موافقة الولايات المتحدة لبولندا ورومانيا بنقل طائرات ميج روسية الصنع على ان تعود واشنطن هذا بطائرات اكثر تقدمانا وقال المتحدث باسم البيت الابيض ان الامر مطروك لبولندا ان كانت تريد نقل طائرات مقاتلة الى اوكرانيا فهذا قرار سيادي ولن نعارض هذا باي شكل من الاشكال لكن السؤال الصعب هو كيف يمكن اصالة طائرات الى اوكرانيا لا يعرف بعد ان كانت عملية اخلاء المدنيين من المدن المحاصرة ستتم صباح اليوم كما خطط له فقد مر موعد البدء المقرر للاجلاء من مدينة ماريبول الجنوبية دون ان يصدر اي تأكيد من الجانبين بالالتزام بهدنة وقف اطلاق النار فقد قالت اوكرانيا ان مزارة الدفاع في موسكو لم تلتزم بالهدنة بينما قال المسؤولون فيما يعرف بمهورية دونسك ان الجانب الاوكراني يرفض ضمان وقف اطلاق النار في ماريبول وفنفواقه والغاء الاوكرانيون عملية اجلاء كانت مقررة يوم السبت وقالوا حينها ان الجانب الروسي لم يلتزم بوقف اطلاق النار وتتهم روسيا مجموعات مسلحة اوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية امام الجيش الروسي ايضا بتواصل الاشتباكات بين الروس والاوكرانيين على جبهات متعددة وتشمل هذه مدينة ماريبول المحاصرة في الجنوب ومنطقة ميكولايف الاستراتيجية الفردان وتسعى القوات الروسية الى التقدم في ميناء اودسا الرئيسي في الشمال وافدت تقارير باستمرار القتال حول اربين عند العاصمة قييف الى الشرق كما تعرضت مدن تيرنيهيف وقاركيف للهجوم مرة اخرى وقالت وزارة ادفاع الروسية انها استخدمت في وقت مبكر من اليوم الاحد اسلحة طويلة المدى عليات الدقة لتعطيل قاعدة جوية اوكرانية رئيسية في غرب البلاد كما تحدثت تقارير محلية على عدة انفجارات في المنطقة وتقول بولندا ان اعدادا قياسية من الاوكرانيين فروا اليها عبر الحدود ووصل اوكرانيا يوم السبت فقط حوالي 130 الف لاج ليرتفع العدد الاجمالي الى اكثر من 900 الف ايضا يقول البيت الابيض ان رئيس جو بايدن يعمل على تأمين تمويل اضافي لكييف عقب مكالمة هاتفية مع نظره الاوكرانية وسترفع نسبة المساعدة الاقتصادية والانسانية والامنية الامريكية الاوكرانية ان صوت الكونغرس لصالحها هذه كانت ابرز المستجدات حول الازمة الروسية الاوكرانية بالتأكيد سنوافي حضراتكم دوما بكل جديد على مدار الساعة كنت معكم الاشيطة وبشكركم شكرا جزيلا من نطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة